ومن المشروع أن يمتد هذا التكبير إلى وقت الصلاة وأن يكثر منه المؤمن قدر طاقته قائماً وقاعداً وعلى جنب في بيته وفي سوقه وفي مسجده وبين أولاده وفي كل أحواله وليشهد في هذا كله نعمة الله تعالى عليه بالتمام والكمال لهذه العدة التي ذكرها الله تعالى في قوله ولتكبر الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون